أمراض صمامات القلب كثيرة وعلاج صمامات القلب متغير ضيق الصمامات له أسباب ضيق الصمام المترالي للقلب عادة بيبقى نتيجة حمار مطزمية لكن ضيق الصمام الأورطي ممكن يبقى خلقي وممكن يبقى نتيجة حمار مطزمية ضيق الصمام الرئوي في 90% من الحالات بيبقى نتيجة أفا خلقية تنو لفترة طويلة جدا وسنوات طو عديدة قوي علاج أي ضيق في الصمامات بتاعت القلب الجراح يدخل يوسعه ممكن يوسعه بصباعه ممكن يوسعه بمشرة ممكن يحط فيه حاجة زي موسع كده معدني يوسعه ولو ما نفعش التوسيع ممكن يغيره من 35 سنة كده جاء الاختراع بتاع ايه احنا ندخل ببلونة فاضية ونروح عند الصمام ده ونقوم نفخنها تقوم فتح الصمام بدل ما الجراح بيعمل من غير ما نفتح السدر ولا نفتح القلب ولا حاجة خالص من 35 سنة انا فاكر مؤتمر عملناه في مصر جه واحد اجنبي يقول على الشغلانة دي اموا الجراحين بتوعنا كلهم اموا كلوه انت بتقول ايه يا استاذ هو هي فوضى يا استاذ ده احنا بندخل وبنعمل وبنلاقي وبنقعد نقصص وبنع وبقت حاجة استهجان غير طبيعي واستغراب غير طبيعي من الجراحين بلونة ايه اللي هتواصل على الصمام ده لكن مع التقدم التكنولوجي ومع التقدم العلمي ومع التقدم الهندسة الطبية اصبح العلاج الاساسي لضيق الصمام الرئوي نتيجة افا خلقية او ضيق الصمام المترالي نتيجة حمى الرجماتيزمية اصبح العلاج الاساسي واول قرار بناخده ان احنا نعمل توسيع للصمام ده بالبلون بدي نتائج كويسة جدا جدا محنش محتاجين بنجو كلي محنش محتاجين خياطة مش محتاجين نقل دم مش محتاجين غرز مش محتاجين حاجة خالص بتعملوا المريض صاحي بايت معنا ليلة في المستشفى وتاني يوم يروح ماشى على رجليه وقد انتهت مشكلة ديق الصمام المترالي او ديق الصمام الاورتي بالتوسيع بالبلون فده تقدم علمي الحقيقة حصل فيه العشرين سنة الاخيرة عمل ثورة غير طبعية فيها علاج امراض القلب عن طريق قوضة الاسطارة باستخدام اجهزة ومستلزمات بفضل التقنية الطبية والهندسة الطبية المتقدمة في الوقت الحالي جي مكنتنا احنا كأطباء القلب ان احنا نشتغل 90% من الشغل اللي كان جرحين القلب هما اللي بيشتغلوا عليه لكن لازم نبقى فاهمين ان كل قاعدة ولها استثناء يبقى انا بقول ان العلاج الاساسي لديق الصمام الرئوي هو البلون والصمام المترالي هو البلون لكن في بعض الاحيان نجد ان هناك تكلس في الصمام او نلاقي ارتجاع مع الديق او نلاقي تضخم في عضلة القلب في المكان اللي بعد اللي تحت الصمام في الحالة دي البلونة هتبقى خطر وجايز ما تنفعش فاحنا بنتطر نعمل جراحة الناس اللي بنقول انهم مش نفعين ويحتاجوا جراحة دول قد ايه؟ بقى 10% من مجموع الناس اللي عندهم ضيق في الصمام المترالي او الصمام الرئوي هل توسيع الصمام بيعيش العمر كله؟ اه بيعيش 15 سنة 20 سنة ممكن واحد يعمله العمر كله محتاجش اي توسيع تاني وقد يحتاج بعد كده يحصل ضيق اخر في الصمام ندخل تاني بالبلون ونوسع تاني بالبلون ونقعد 20 سنة كمان بالتوسيع ده فمعظم الناس اللي محتاجين توسيع صمام رئوي او صمام مترالي بتنفع معاهم البلونة وقليل جدا اللي ما تنفعش معاها مين اللي هيقولك حالتك ينفع معاها دي واللي ينفع معاها دي هو دكتور المعالج بتاعك بعد اجراء الفحوصات والابحاث اللي بتأكد نسبة نجاح العملية بتاعته تقدم العلم يساعدنا ولسه وما قوتيتم من العلم الا قليلة ان شاء الله تقدم العلم يمكنه من حاجات كتير في المسابل مع خلص تحياتي لحضراتكم وكلكم بالصحة والسعادة اشتركوا في القيام zero مشكلو المنزارات مشكلو المشكلة